تسألوا تفسير قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وتقول ما المقصود بالصلاة الوسطى ومتى هو وقتها جزائكم الله خيرا قول الله تعالى حافظوا على الصلوات أي داوموا على إقامتها واستمعوا على إقامتها كلها لأن بعض الناس قد يهتموا ببعض الصلوات ويتساهل بالبعض الآخر والله جل وعلا أمر بمحافظة عليها كلها منعي تفريق بينها قال تعالى في آية أخرى والذين هم على صلواتهم محافظون على سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم دائمون المداومة على الصلاة والمحافظة عليها يعنيان الاهتمام بأدائها في مواقيتها مع جماعة المسلمين في حق من تجب عليه صلاة الجماعة كذلك من أهم المحافظة عليها العناية بتوفية أحكامها من أداء أركانها وشروطها وواجباتها والكشوع فيها هذا من المحافظة عليها والصلاة الوسطى عطتها الله على الصلوات وإن كانت داخلتا فيها من باب الاهتمام بها وإن كانت داخلتا في قوله تعالى حافظ على الصلوات وعطت الصلاة الوسطى اهتماما بها تأكيدا بشأنها وأصح الأقوال لها أنها صلاة العصر أصح ما تريد الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر وذلك بعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن ربكم